بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم ومن من لجى إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم ونحن لازلنا في رحاب أمير المؤمنين في هذه الليالي نرى أولاده زيناء والحسن والحسين وهم كلشو مجتمعون ينوحون ويبكون لا ترفعوا نعش الوصي يتمهلوا قولوا لغير عياله أن يرحلوا هذه عزيته تريد وداعه جاد بأثواب الفجيعة ترفلوا جلسا يا آيات بقرب النعش جلسة ثاكل وعيونها دمع المواجع ترسلوا صاحا يات بصوت مؤلم لا يا علي أنت آنينا للجبال يزلزلوا يا ليت ذاك السيف خض بغامتي يا ليكون نعشي دون نعشك يحملوا أبتاه أبتاه إن أبصرت أمي قل لها يا أشتاق أمسك كفها وأوقا يا 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 بلوء يا أبويا العيد هالمجبل علينا يا أبويا للحزن لا تخلينا يا أبويا مصاب جدنا شتوا بينا ومن بعده مصابه من الزجية يا أبويا وبعد ما هود بشانة يا ماي العين ومصابك لفانة يا أبويا والقلب زادت أحزانة عليك ودموعنا ظل جريا يا يا عليك ادموعنا ظل يا 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 جريا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين صل على محمد وآل المحمد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا العمل الذي يتربى الإنسان ويكبر على تعلمه وعلى أدائه وأن يدأب عليه بجميع الحالات من صلاة من أمور واجبة وأمور مستحبة ولسيما الأعمال التي نقوم بها في هذا الشهر الشريف في شهر رمضان الصيام والدعاء والمناجات وغيرها من الأمور وطالما نتحدث عن الروايات التي تخبرنا عن أجر هذه الأعمال وقيمة هذه الأعمال ولكن مهما تحدثنا عنها الكثير من الناس لا يدركون عظمة هذا العمل وقيمة هذا العمل ولو علموا أن هذا العمل له قيمة عظيمة لا يتصرفون بناء على هذا العلم وبناء على هذه المعرفة بدليل أنه ما تحدثنا عنه عن ليلة القدر وعظمة ليلة القدر مهما كان نتحدث عن الأغلب الأعم من منا يعطي هذه الليلة حقها ويكونوا كأهل البيت صلوات الله وسلام عليهم يرون هذا العمل وثمرت هذا العمل كأنها أمامهم وهي فرصة كما ذكرنا أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة فاعملوا وأنتم في نفس البقاء والصحف منشورة والتوبة مبسوطة والمدبر يدعى والمسيء يرجى في هذه الرواية يذكر أمير المؤمنين قيمة العمل بشكل غير مباشر اعملوا لماذا لماذا يحثنا أمير المؤمنين على هذا العمل وأنتم في نفس البقاء في ساعة من البقاء هذا البقاء هذه الحياة الدنيا التي أعيشها الآن هذه ساعة هذه فرصة نحن لا ندرك قيمتها نحن نظن أن عندنا وقت كافي إذا قارننا بين هذا الأمر بين العمل للآخرة والعمل للدنيا الإنسان إذا عنده فرصة عمل إذا فوت هذه الصفقة أو هذه الفرصة يضرب على رأسه ويقول الله أكبر أني والله كنت على حظات كنت أني عملت هذه الفرصة وصار عندي أموال وربحت الربح الفلاني أو على خطوة واحدة كنت أنا ربحت هذه الجائزة أو قابلت الشخص الفلاني ويقعد ملوما محسورا وعليكم السلام ورحمة الله فأمير المؤمن يقول اعملوا أنتم في نفس البقاء في ساعة من البقاء طالما أنت لا زال فيك نفس طالما أنت عندك فرصة للعمل حتى لا تقل لله سبحانه وتعالى رب ارجعون وهذا كلنا سنقولها لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يقول والصحف منشورة الصحف التي تدوم فيها هذه الأعمال لا زالت منشورة طالما أنا حي طالما هذه الصحف منشورة بمجرد الموت أغلقت هذه الصحف لن يكتب أي شيء آخر فيها والتوبة مبسوطة هناك مجال للتوبة لأن في بعض الحالات ترد هذه التوبة بوجه صاحبها كحالة الاحتضار مثل فرعون وهو يغرق طلب التوبة ولكن كان قد فات الأوان والمدبر يدعى الإنسان الذي أعطى ظهره للخير وأدبر للخير هذا الله سبحانه وتعالى يناديه في كل يوم والملائكة ينادونه في كل يوم أن ارجع إلى الخير كيف؟ يعني أنا صحيح أرى أن هذا للعمل قيمة وأصوم وأصلي ولكن ولكن هناك كثير من الخيرات التي أدبر عنها فعندما أكون مستغرقاً بسماع المحرم كالغناء وغيره وألتقي بإنسان مؤمن هذه دعوة من الله للعودة إلى الخير وألتقي مثلاً بعالماً رباني دعوة من الله للعودة إلى الخير هذه الحسينيات والمراكز عندما أمر على الطريق وأراها وأرى راية مكتوب عليها يا حسين هذه دعوة من الله للعودة إلى الخير فوالمدبر يدعى والمسيء يرجى الذي أساء واجترح السيئات وعصى الله سبحانه وتعالى يرجى يدعى أيضاً للإقلاع عن هذه المعاصي ثم يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل هذا العقل لا يقبل بهذا الأمر معادلة غير صحيحة لاحظ أنت إذا رأيت رجل يستعطي رجل بكامل قواه البدنية وبكامل قواه العقلية غالباً ما نرى هذه الحالة جاء يستعطي من رجل يقول له والله أنت عندك قوة بدنية وقوة عقلية رح ودور على الشغل واشتغل لا يمكن أن تحصل على هذا المال بدون أن تتعب أنا الذي أتعب كيف أعطيك من هذا المال وأنت عندك القدرة أن تتعب وتحصل المال فيقول أمير المؤمنين لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل كيف يمكن أن أتوقع أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني مراتب في الجنة أو سيعطيني حتى الجنة من دون أي مقابل يحب الصالحين ولا يعمل عملهم تلاحظ يقول أنا أحب أمير المؤمنين عنده رأم 313 على رأبته ويا فاطمة الزهراء ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار وكل هذه الأمور على جسمه مثل الخريطة ولكن فقط يحب أمير المؤمنين تجي للصلاة استهتار للصيام استهتار لحضور مآتما بي عبد الله استهتار لا أخلاق ولا دين فقط ظاهرا فيقول يحب الصالحين ولا يعمل عملهم يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل يتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب كل ما يريد ولكن إذا حان وقت أداء الفرائض هو من المقصرين تأخذ معه الصلاة أقل من دقيقة هذا إذا صلى فهذا العمل قيمته في هذه الروايات كما يقول أمير المؤمنين طالما عندك هذه الساعة من البقاء طالما عندك الصحف ما زالت منشورة والتوبة مبسوطة هذه فرصة الإنسان لا يتعبر عنه الرواية بأنه ميت مات الميت إذا قلنا باللغة مرات الفعل يكون صادرا عن الإنسان مرات يكون قائما به صادر عن الإنسان إذا كان بإرادته إنما الموت يكون قائما به مش بإرادته يحصل فتقول الرواية يتبع الميت ثلاثا مش إنه الإنسان بعد ما يموت يتبع ثلاثا أنا 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 ميت وهذا الموت قائما به يتبع الميت ثلاثا أهله وماله وعمله في هذه الدنيا شو عندنا غيرهو الثلاث إما أتبع المال وإما أتبع زوجتي وأولادي وأسعى لتأمين عيشة رغيدة لهم والمال والعمل العمل الذي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله أهله وماله ويبقى عمله هذا الأمر الوحيد الذي أخذه معي فهذا العمل ينبغي أن يكون هناك مداوم عليه الله سبحانه وتعالى يحب العمل الدائم الذي فيه ديمومة فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت لا المؤمن غاية عمله ونهاية عمله هي فقط في الموت الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام عليه العبد وإن قل تسبيحة الزهراء قبل النوم إذا أنا كنت مداوم عليها أفضل أني صلي من أني صلي صلاة الليل لمدة شهر أحب إلى الله إذا أنا صليت واخترت ليلة جمعة مثلا أو يوم معين وقمت في هذا الليل إلى الصباح أني داوم على عمل بسيط أحب إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا كان يقول الإمام زين العابدين إني لأحب أن أداوم على العمل وأنقل طيب هذا العمل وضرورة العمل الذي نقوم به ما الذي يعطي لهذا العمل قيمة تصور أنني في شهر رمضان صمت وقمت ليلة وأحيات ليالي القدر ولكن آتي في يوم القيامة هذا العمل أو ليس له قيمة ولم أحصل منه ثمرة أو قيمته ليست كما هو المطلوب نلاحظ أنه لا بد من توفر بعض الشروط من أجل أن يكون هذا العمل له قيمة أولا الإيمان في تفسير الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هي عبارة عن مقارنة بين المسلم والمؤمن أن المؤمن عنده إذعان قلبي بالنسبة لكل ما يؤمن به فلا بد أن ما أقوم به أن يكون مبنيا على إذعان قلبي ليس اعتباطا في الآية الشريفة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرداوس أولا آمنوا ثم عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرداوس وفي آية أخرى في سورة المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين حبط العمل مهما كان الجهد طالما كفر بالإيمان حبط عمله وكان من الخاسرين أيضا في سورة إبراهيم الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الرماد إذا جمعناه كان له حجم ولكن الريح يذريه في الهواء بطل في إيل وقيم أصلا بطل يبين الأمر الآخر الذي يشترط أن يكون في العمل حتى يصبح له قيمة هي الولاية ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا في رواية العرش أنه النبي قال الإنسان إذا كان عمره عمر الدنيا مئة ألف مرة وماله مال الدنيا مئة ألف مرة وأنفق ماله وأفنى عمره في طاعة الله إذا حشر وفي قلبه بغض لمحمد صلى الله عليه وآله ولعلي بن أبي طالب أكبه الله على من خريه في يوم القيامة نقرأ في زيارة المولى صاحب العصر والزمان أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال قبول الأعمال أعمال يشترض بولاية الإمام وتزكى الأفعال هذه الأفعال إذ كان فيها شوائب تطهر وتنظف بولاية الإمام وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته أما على الجانب الآخر ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خريه في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يقم له يوم القيامة وزنا مهما كان هذا العمل هذا الشرط الثاني الشرط الثالث التقوى من وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر كن بالعمل بالتقوى أشده اهتماما منك بالعمل يعني لاحظ كيف يكون نفاق هذا الشخص والعياذ بالله أنه نعطي مثال في النادة التمرين بتلاحظ حاطة الموسيقى والغناء في أذناه بس يرفع تقالب يقول يا علي ويا أبو طالب يا علي بن أبي طالب وكلنا بنعرف هذه الأنفاس اللي بيتنفسوها فمع أنه حاطت الغناء وين تقوى الله سبحانه وتعالى كيف يجمع الإنسان بين عمل جيد وعمل رديء في آن معا فإنه لا يقول عمل بالتقوى كل عمل لا أتفاجأ في يوم القيامة إذا رأيت من عمل قمت به ناقص يعني يا الله كيف ذلك وأنا قمت في هذه الليلة وبقيت مستيقظ إلى الصباح كيف هذا الأجر الذي وعدتني إياه ناقص قال أنا وعدتك ولكن أنت الذي أخلفت ما في تقوى العمل قال وكيف يقول عما يتقبل يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وفي رواية أخرى ثلاثة من لم تكن فيه لم يقل له عمل الإنسان إذا عنده أعمال بدي يكون عنده هذه الثلاثة أمور حتى هذا العمل يكون قائم ورع يحجزه عن معاصر لا عز وجل وخلق يدار به الناس وحلم يرد به جهل الجاهل فهي الثلاثة أمور إذا أنا بدي لا إثمر لهذا العمل ولا إقيمة لا بد أن يكون هناك ورع حتى لا أخلط بين العمل الجيد العمل الصالح والعمل السيء وخلق يدار به الناس في المعاملة مع الناس وحلم يرد به جهل الجاهل الأمر الآخر النية لا بد من توفر نية خالصة لله سبحانه وتعالى لأن النية أساس العمل النية هي روح العمل في حديث الرضا صلوات الله والسلام عليه في عرض صحائف الأعمال ثم يقول الله للملائكة هلم الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوها هذه أعمال لم يقدموا عليها بد الصحائف فيها الأعمال التي لم يعملوها قال فيقرؤونها ثم يقولون وعزتك إنك لتعلم أننا لم نعمل منها شيئا فيقول صدقتم نويتموها فكتبناها لكم ثم يثابون عليها يعني هنا حتى بالنية أنا نويت أن أصلي صلاة الليل نويت أن أقوم هذه الليلة الله سبحانه وتعالى كتب لي هذا العمل لذلك قد يعمل الإنسان ولا يثاب ولكن نية دائما يثاب عليها إذا كانت نية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بقدر هذا الهدف يحصل على الثواب فالنية المؤمن خير من العمل بعض العلماء اجتمعوا عند العلامة البروجردي على الله مقامه وصاروا يتحدثون عن إنجازاته فلان يقول أنا كتبت الكتاب الفلاني فلان يقول أنا عندي خطابات كذا وعندي خطابات كذا فأحد السادة كان جالس لم يتحدث بشيء فقال له العلامة بروجردي هل لا ذكرت شيء من إنجازاتك أجابه العالم بأدب قال له سيدي أود أن تأذن لي بقراءة حديث لجدك أمير المؤمنين فأذن له السيد فقال العالم قال الإمام عليه عليه السلام خلص العمل فإن الناقد بصير يعني ظاهرا أنا يمكن أن أرى الناس أنني صالح إنسان أقوم بهذه الأعمال إنسان متواضع إنسان متقي إنسان كذا ولكن هؤلاء يرون العمل ولكن لن أحصل شيء من إراءتهم لهذا العمل الله سبحانه وتعالى هو الناقد هو الذي يعرف ظاهر هذا العمل فينبغي أن يكون عفوا يعرف باطن هذا العمل فينبغي أن يكون ظاهر هذا العمل كباطنه فأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة أيضا في تفسير قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الرجل يعمل شيئا من الثواب ولا يطلب به وجه الله يعني أنا أريد أن أصلي ويأتي على المركز حتى الناس يقوله صلى أقرأ القرآن حتى الناس يقولوا قرأ القرآن حتى ألقى تعامل المؤمنين مع المؤمنين هذا الاحترام هذا الشخص لا يقع نفس الاحترام في الخارج ولكن إذا أنا تلبست بهذا الثوب ألقى هذا الاحترام فيعمل بناء على ذلك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رئاء هذه أن يري الناس هذا العمل فقط الهدف أن يروني الناس ويقول لابن مسعود إذا عملت عملا من البر وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترجو بذلك منه ثوابا فإنه يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نلاحظ نحن هذه الأعمال نعطي بعض الأمثلة في شهر رمضان من أهم الأعمال الإنفاق في سبيل الله الله سبحانه وإلى تعالى يذكر عن هذا العمل كيف يعارضه أمر آخر فيصبح بلا قيمة وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ثم يقول في آية أخرى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس أنا بدي الناس تعرف أنه أني دفعت المبلغ الفلاني فأستعجاه أنه والله اللي عم يذكر الاسم أنا لا أبصلح له الاسم خليه يذكر الاسم أنه أني دفعت المبلغ الفلاني العبادة ونحن في شهر العبادة يعني حتى نرى لهذا العمل قيمة في يوم القيامة الإمام الصادق يقول يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى فيقول يا ربي صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به إلى النار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أيضا مثال آخر عن العلم والتعلم كيف يبطل هذا العمل أن لا يكون هذا العلم من أجل رئاسة أو من أجل جاهن بين الناس كالخطابة مثلا الذي يعطي المحاضرات ويدرس قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من خطيب إلا وتعرض علي خطبته وما أراد بها شو الهدف من وراء هذه الخطبة شو الهدف من وراء وعظ الناس هل الهدف أنه أنا أكون أستاذ عليهم وأعلمهم أم الهدف أنني أمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأن أكون خادمهم حتى أكون مذكرا لنفسي ومعلما لنفسي ومذكرا لغيري حتى أنا الثواب التعلم وثواب التذكير فالغرض فالغرض من الخطبة هو ما حدده إمامنا زين العابدين في أمام يزيد العلي لعين الله قال أتكلم بكلمات فيهن لله رضا وللجالسين أجر وثواب ونحن أيضا نتعلم من أمير المؤمنين صلى الله وسلم وعبادته وقد ذكرنا أنه من خشية الله كان يقع كالخشبة اليابسة فأي عبادة هذه هل يمكن أن تكون هذه عبادة بلا قيمة لا بد أن يكون لها القيمة لأن فيها إخلاص وفيها مظاهر الإخلاص والإنابة لله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام قد فقدنا رمز التقوى ورمز العبادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته يبكونه ويندبونه العقيل صلوات الله وسلامه عليها جالسة عند رأس أمير المؤمنين ادقل يا أبو زيانة أنا زيانة نبرد علي يا أبو زيانة خلي دك بين دي يا أبو زيانة اشتوتي بروحي المين يا أبو زيانة لو شفيت أمي زي يا أبو زيانة يا أبو زيانة ريزية يا أمير المؤمنين أنت عند احتضارك حضر عندك الأطباء جميع من يحبوك جاءوا باللبن إلى دارك سيدي يا ليت طبيب واحد من هؤلاء الأطباء قصد إلى أرضك أربلا ليضمد جراح الحسن يا ليت واحد من هؤلاء الحاملين لللبن ذهبوا ليبللوا شفتان أبي عبد الله الحسن يا أمير المؤمنين ليتك تحضر بنفسك عند ولدك الحسن شهر عن سلمان وتعني يا تحسين يا أمك ليش ما حضرت يا أمك ليش أنت سياف الله ورحمته ونقمته أنت جبرايل كاشف كربته أنت حتى عادم حضرت بتوبته ليشب السجاد ما نصرت يا أمير المؤمنين أنت عين الله وعلى العالم نظير أنت كل الخلق بوصى فكتحير عقب بن عمك فلا غيرك يصير أنت موجة نوح والنجيت أنت لله داعي حق ودليل أولي النبي غيرك أباد ما يصح مثيل أنت أنت البردت ناري الخليل يفور قلب حسين ما بخيت وكذلك يا أمير المؤمنين أنت تحضر عند الموهر هذه الأبيات وأسألكم الدعاء أبيات فيها توجه لأمير المؤمنين باجر ننسئل عني الهوية ونقول الهوية حيدرية باجر ننسئل عني الهوية ونقول الهوية حيدرية هناك الما يضيعون عشاق الولاية هذه الأبيات أختم بيها مجالس أمير المؤمنين لعله لن يصح لنا أن نذكره مجددا بانشر ينادي يقفوهم حسب ما قالت الآية بساحة المعشر علي منيني عبور بالقيامة يتيه راية بالقيامة يتيه راية يلتب غوض علي محنتك محنة قط ما يشيلها من إذنك الجنة البيل الجنة يطبون عشاق الولاية إلهنا بأمير المؤمنين بقاضي الحاجات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي عجل فرج صاحب العصر والزمان اكشف غمه وقض حوائجه واجعلنا من أنصاري وأعواني ومقوية سلطانه اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وأرضك طوعا وتمتعه فيا طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ولتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وقبول الأعمال وقضاء الحواج حواج الحاضرين والحاضرات ولدفع البلاء والوباء عن شيعة أمير المؤمنين ولأرواح موات المؤمنين والمؤمنات الشهداء والعلماء من مات على الإيمان وخدمة الحسين ودل جميع ثواب ما قرأنا والثواب المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد